بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد تدريبات كتاب الأضواء على درس تحولات الطاقة وأسئلة جميلة جدا يلا مع بعض كل يركز السؤال الأولان أكمل عند جذب قرة البندول أعلى ثم طرقها انت سبتها نزلة يبقى تتحول طاقة مين تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حرقة اش معنى أقول له من توصلت الفوق طالما وصلت الفوق يبقى مين اللي في القمة الوضع تقوم الوضع تنزل يبقى هي اللي تتحول من وضع الحرقة النقطة الثانية أثناء مرور قرة البندول بموضع السكون يعني نزلت تحت يبقى طاقة الوضع مالها أقول له يخسار بدنبأت على الأرض موضوع تحت أقل ما يمكن وطاقة الحرقة لا هي تغيزها بقى أقبر ما يمكن اللي اتنين عكس بعض نمرة ثلاثة تحولات الطاقة في البندول البسيط تيك 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 تشبه تحولات الطاقة في برافو عليك في أرجوحة الملاهي نفس الشبه ونفس الفكرة زي السقية الألابة يا نور عند قزف جسم الأعلى فإن طاقة وضعه إيه محمد تزداد لما بترفعه الفوق الوضع يزيد طب طاقة الميكانيكية أقول له مالها تظل سابتا إيش معنى إزاي أقول له لإن طاقة الوضع عند أي نقطة مقدار سابت نمرة خمسة الجهاز اللي بيحول من طاقة كيميائية إلى طاقة قهربية مش فاهم من كيميائية يعني فيه تفاعل جيبه عشان يطلع لك كهرباء عرفته أيوا عرفته العمود الكهربي إيه البسيط اللي إحدى بنقول عليه بالبلد بطارية العربية جواها طاقة كيميائية واتطلع لكهرباء نمرة ستة في العمود البسيط يحول من طاقة إيه إلى إيه ده عكس اللي فاتت من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربية نمرة سبعة يمر الطيار القهربي في سلك الخارج للعمود البسيط كلنا عارفين العمود البسيط يا أولاد لحين لح نحاس ولح خرصين طب القهربة بتمشي منين لفين من لوح النحاس إلى لوح الخرصين إيش معنى مين الموجب إلى السالب نمرة تمانية القطب الموجب في العمود البسيط هو مين أقول له لسه أيلنها لوح النحاس بينما القطب السالب هو لوح الخرصين خلصت ثمن جمل وتعالوا للتاسعة في المدفأة القهربية الدفاية بتشتغل بإيه تقول لك الدين كهربة وندفيك الدين كهربة وندلك حرارة يبقى من قهربية الحرارية نمرة عشرة المولد القهربي المولد القهربي افتقر العجلة العجلة أما بتدس على البدل وكل العجلة جديدة ولها فانوس يبقى بيحول من طاقة إيه حركة رجلك دي على البدل طاقة ميكانيكية تطلع مين تطلع طاقة إيه تطلع طاقة إيه قهربية تنور الفانوس بتاع العجلة أنا بجيب لك مثال عشان تفهم ما تحفظيه نمرة 11 ها المحرك الكهربي يعني ايه مستر المحرك الكهربي يا ولادي اللي هو المطور مطور أي لعبة أو مطور أي جهاز عندنا في البيت زي المروحة والغسالة والإيه والخلاط الأجهزة اللي فيها مطور وفيه دوران بيشتغل بإيه أقول له بيشتغل بالكهرباء يبقى يحول من طاقة كهربية طب ما المروحة بتلف والخلاط بيدور والغسالة بيدور يبقى حركة بدم حركة يبقى طاقة ميكانيكية من غير حفظ افهم المصباح الكهربي يقول ايه اديني كهرباء وانا طلعلك نور يبقى ايه بين طاقة كهربية مش يطلع نور عطية أمالي يطلع ايه يطلع طاقة ضوئية وايه كمان يا مستر اللمبة بتبقى سخنة يبقى طاقة حرارية يعني طاقة ضوئية أساسية مصحوبة طاقة حرارية نمر 13 المفاعل النووي بيشتغل بطاقة ايه يشتغل بالطاقة النووية على اسمه طب عشان يجي يعمل لنا ايه يجيب لنا طاقة كهربية طيب عملية البناء الضوئي من اسمها ضوئي يبقى بتاخد الطاقة ضوئية تاخد الطاقة ايه الضوئية وممكن اقول شمسية تحولها لطاقة ايه تشغل الآلة لكن لو سخان على سطح العمارة اللي هي زي عمارات الطاقة الشمسية يحولها الى طاقة حرارية عشان تسخن المية قالت الاحتراك الداخلي بتاعة العربية العربية هنا في نمر 16 لما بتاخد البنزين بتحرق جواها يبقى تفاعل يبقى منطاقة كيميائية تطلع ايه تطلع سخونة من الشكمان والعوادم طاقة حرارية 17 من الاصار السلبية للتكنولوجيا التكنولوجيا جميلة جدا طب ايه اصارها السلبية اللي الانسان اساء استعمالها الحروب وايه كمان والتدمير دي الحاجات السلبية الوحشة طب شبكات المحمول بتعمل تلوث ايوة اسمه ايه التلوث ده كهر مغنى طيسي لانه مرتبط بالقهربة والمغنطة لكن لو قرقب تحفر جنبك بولدوزر ماشي جنبك الات الحفر ده تلوث ايه تلوث ضوضائي لانه بيضر الازن ونجي المين ونجي لسؤال تاني في اختر الاجابة الال صحيحة على تدريبات كتاب الاضواء وبيقول تحولات الطاقة في البندول البسيط تشبه تحولات الطاقة فين اقول له لسه ايلينها من شوية في ارجوح تيل ملاهي ادي الاولى ونجي للتانية الطاقة الميكانيكية للبندول عندما تصل لأعلى نقطة يبقى قد مين اقول له ندور مين اللي بيبقى اعلى حاجة في اعلى نقطة برافو عليك طاقة الوضع يبقى الاجابة طاقة الوضع في الحالة دي الوضع بتساوي الميكانيكية نمرة تلاتة الشغل المبزول لما تجذب قرد بندول اعلى بيتخزن طلاه ما تخزن يبقى تخزن في صورة ايه حمادة في صورة طاقة وضع ما هي دي الطاقة المخزنة نمرة اربعة مين اللي بيحول من كيمياء الكهرب يعني من تفاعلات يقول اتفضل الكهرب يا باشا اقول له عرفته العمود البسيط اللي هو بالبلد بطاريت السيارة نمرة خمسة حزر فزر مجموع تقطي الحركة وتقطي الوضع بيساوي ايه اقول له بيساوي مقدار سابت اللي هي الطاقة مين الميكانيكية مقدار سابت عند اي نقطة نجي النمرة ستة المصباح الكهرب من التطبقات التكنولوجية طب بيحول الطاقة الكهربية الى الطاقة حرارية ولا ضوئية ولا صوتية ولا الف وبه معا حرارية وضوئية فعلا المصباح بيدينا ضوء مصحوب حرارة يبقى الاجابة الف وبه معا نجي للسؤال اللي بعده نمرة سبعة الطاقة الكهربية بتطلع صوت عند الراديو ايوه والجرس ايوه والتلفزيون ايوه يبقى الاجابة يا شطار جميع ما سبق طب ليه جميع ما سبق لان كل الاجهزة اللي قالها بتطلع صوت يا شاد في الخلايا الشمسية افتقر الال حسب افتقرني بقى بيتحول مباشرة تنضوء الشمس الى طاقة ايوه الى طاقة قهربية على شام تشغل الالة محتاجة انها تاخد القهربة عشان تطلع النتائج في الالة الاحتراك الداخلي في السيارة بيحصل تفاعل يبقى من طاقة ايوه الى طاقة ايوه من طاقة كيميائية اهي الى طاقة حرارية ثم ميكانيكية حرارية تسخن العربية مش بيقولك بدور العربية تستنى عالتفاعل العربية الدور تبقى حرارة العربية تمشي تبقى ميكانيكا نمر عشرة في دينامو السيارة اول ما قولي الدينامو هتلك مثال عشان ما تحفظ افتقر العجلة بدي الياباشة يبقى طاقة ميكانيكية طلع قهربة شغلت الفنوس يبقى من ايه الى ايه من ميكانيكية الى قهربية نجي للسؤال اللي بعده رقم 11 تتحول الطاقة القهربية الى حرارية ترجم لنفسك اديني قهربة ونطلع لك حرارة الكلام ده بيحصل عند مين برافو عليك بيحصل عند المدفأ القهربية سؤال سهل جدا المدفأ تاخد القهربة تطلع حرارة زي المكوى نمر 12 الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ده عرفت ومن دون ده قانون بقاء الطاقة المهم يبقى الإجابة هنا قانون بقاء الطاقة اللي بعده 13 دور التطبيقات التكنولوجية الأساسي بيتمثل فين تالت مرة تكرر استغلال مصادر الطاقة سؤال من الأسئلة المهمة جدا والله استغلال مصادر الطاقة 14 آلات الحفر ومكبرات الصوت اللي بتطلع علينا المزعجة للبائع الخضر والفاكهة تعمل لك تلوث ايه تعمل لك دوشة بدام دوشة يبقى تلوث ضوضاء اللي بعده شبكات التليفون المحمول دي كلها أجهزة سلكية ولسلكية ويه كلها كهرومغناطيصية يبقى تعمل لك تلوث ايه تلوث كهرومغناطيصي ونكتبها فين ونكتبها في النقط بكده يا ولاد وبكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامل البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامل البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعوكم مستر حامل البيومي